سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد وقهرن بكم في الفيديو السريع ده اللي جاي اتكلم معكم فيه على برنامج جديد اطلقته شركة جوجل وهو اول محاكي رسمي من شركة جوجل يعني لو انت عايز محاكي للاندرويد تقدر تشغل عليه العاب الاندرويد على الكمبيوتر فجوجل اطلقت محاكي رسمي تمام تقدر ان انت تشغله على الجهاز بتاعك وتشغل عليه كافة الالعاب اللي انت عايزها وفي الفيديو ده انا جاي اقول لك ان انت ازاي تقدر تحمله وتثبته وعرفك عليه كمان فعموما يعني رابط تحميل البرنامج هتلاقيه عندك في رابط الموضوع اللي موجود تحت في الوصف لو انت دخلت عندك في رابط الموضوع اللي في الوصف هتلاقيه عندك بإذن الله البرنامج دلوقتي ده البرنامج او المحاكي الخاص بشركة جوجل اسمه جوجل بلاي جيمز ده محاكي رسمي هو طبعا لسه في نظام البيتا يعني نظام التجربة بس رغم كده انه هو شغل معي كويس جدا وكمان هقول لك يعني التطورات اللي تحصل فيه مستقبلا لو انت نزلت عندك تحت طبعا بعد الكلام الكتير اللي هم بيقولوه عن اللي هو يعني المصفات بتاعت البرنامج انا هيديك الحد الادنى من المتطلبات طيب ايه متطلبات التشغيل الخاصة بالبرنامج اللي هو محاكي الاندرويد على جهاز الكمبيوتر انا بيقول لك انت محتاج ان انت يكون عندك ويندوز عشرة ده اهم شيء طبعا لازم يكون عندك هارد ديسك اس اس دي ويكون فيه مساحة فاضية حوالي عشرة جيجا هنا الرسومات بيقولك او الجي بيو او كارت الجرافيك هنا بيقولك ان انت محتاج جي بيو من نوع اللي هو الانتو اللي هو الانتو اولترا اتش دي جرافيك 630 ده اقل كارت انت ممكن تقدر ان انت تشغل عليه البرنامج لو انت عندك اعلى من كده ماشي عموما ده مش كارتة وانما ده يعتبر كارت شاشة او اللي هو يعني جي بيو مضمج داخل السي بيو في معالجات انتل تقريبا الجيل التاسع على ما اظن يعني اتمن انت ذاكرة ما تخدنيش فده عندك ده يعتبر ايه ده كارت الشاشة مضمج داخل المعالج في الجيل التاسع تقريبا من معالجات انتل بس لو انت عندك كارت شاشة خارجي فالموضوع هشتغل معاك عادي يعني مش لازم يعني هدأ يعني بيديك اقل يعني جي بيو تقدر انت تشغل عليه البرنامج المعالج طبعا هنا محددش صراحة انت مثلا عايز معالج من الجيل الكام او معالج ايه بس هو قالك يعني CPU فيه اربع انواية فعالية طيب ازاي تقدر تعرف CPU بتاعك فيه كم نواة او يعني المعالج بتاعك فيه كم نواة لو انت جيت هنا عندك على الشريط اللي تحت ده دوست عليك جيت هنا عندك على text manager طبعا ورحت هنا عندك على performance هتلاقي عندك هنا في القسم الخاص بالCPU هنا بيديك مثلا ان ده اسم CPU بتاعك وهنا كمان cores او الانواية فهنا عندي طبعا هنا بيديني الكورس ستة انوية وطبعا اتنشر مصار بسول محتاج الانوية فهنا هنا عندي ستة انوية فبالتالي انا عدت المطلوب اللي هم اربعة يذكر نفس الشيء برضه هو عايز منك تمانية جيجة رام لو انت عندك رامات اربعة للاسف مش هشتغل لازم تمانية جيجة رام وطبعا لازم يكون عندك حساب على ويندوز ده طبيعي يعني ده يعني هنتغضى النقطة دي وهنا بيقول لك يجب تفعيل ميزة المحاكاة الافتراضية للاجهزة طيب في نقطة مهمة هنا في بعض الاجهزة للأسف بشكل افتراضي ميزة الفيرتوال او ميزة المحاكاة الافتراضية يعني ما بتبقاش مفاعلة عليها وانت لازم تخش عندك على البوت خاص بالجهاز عشان تقدر تفعله وانا بالفعل اتكلمت على الموضوع ده قبل كده في فيديوهين اول فيديو اتكلمت على مشكلة انتل تمام لو انت عندك مثلا نقول مشكلة في انتل وانا هسيب لك انا الروابط البيزن اللي هالفيديوهات دي في الوصف لو انت انتل هتروح عندك على الفيديو ده جميل يعني هقول لك زي انت هتقدر تفعل النظام الوهمي على معالجات انتل لو انت اي ام دي برضو هسيب لك انا الفيديو ده اللي هم دول اشهر معالجين انتل وام دي فانت لو انت انتل هتشوف الفيديو ده لو انت معالج اي ام دي ازا هتشوف الفيديو ده طيب خلوسنا من النقطة دي هتيجي بقى عندك دلوقتي على تحميل البرنامج تحميل البرنامج بسيط جدا يعني مش محتاجة ان انا اشرحه وكمان تثبيته تثبيته مشابه بشكل كبير جدا لتثبيت متصفح جوجل كروم لو تعرفه مجرد ما تدوس عليه double click هو هشتغل automatic اول ما تتخلص تثبيت البرنامج هزر عندك بالمنظر ده طبعا هو هتطلب منك ان انت يعني تسجل حسابك على جوجل وتقبل الشروط هتعمل اللي هو هتطلبه منك طبعا دي حاجات بسيطة يعني مش محتاجة ان اشرحها هتيجي هنا عندك بقى على البرنامج هتدوس double click عليه عشان يفتح معك البرنامج سريع جدا حتى اسرع من اي محاكي انا صراحة جربته قبل كده في حياتي يعني وحتى جمان هو هنا لو انت جيت شغلت لعبة او اي حاجة عليه البرنامج اصلا ما بيسحبش موارد يعني ان مثلا لو جيت شغلت اي محاكي اخر الاسف ما عنديش الا ان هو بيسحب معي اقني يعني ما يقرب حوالي اثنين جي جرام مثلا اقول لك حوالي 17% عشر في المية من يعني المعالج لا البرنامج ده بسيط جدا ما بيسحبش تقريبا حاجة يعني ممكن عشان لسه ايه بفتحه يعني طيب هنا طبعا البرنامج زي ما انت شايف هو للأسف مفوش ألعاب كتير لان ده لسه في نظام البيتا تمام لسه في النظام التجريبة بس فيه هنا عندك ألعاب مميزة لو أنت جيت هنا عندك على الألعاب هنا سيديك يعني كل ألعاب زي مثلا هنا بيقول位ك عندك الاكشن والأركيد والحاجات كتير جدا هتلاقي عندك هنا لعبة السفالت لعبة 1945 علعاب كتيرة جدا جدا يعني لو أنت جيت هنا عندك على الألعاب هتلاقي عندك بصفحة الرئاسية فيه كل حاجة تقريبا او فيه الألعاب اللي ممكن تكون مفضلة بالنسبة لك نفس 더 ما انت شايف برضه الجميل هتلاقي عندك فيها علعاب كتيرة جدا تقدر ان انت تجعل عندك على اي لعبة و تحملها افتراضا انا محتاج لنا احمي لعبة اسفلت اروح جاي عليها بايس اروح هنا جאي عندي على اجي احمل اللعبة انتظر لحد ما اللعبة تحمل معي وارجعليكم مرة تانية بعد ما اللعبة تحملت كل اللي انا هعملوا ان انا هجي عندي عل كلمة bly عل اساس ان انا اشغل اللعبة طبعا اللعبة بتتعرف بشكل اوتوماتيك علي الكي بورد و الماوس طبعا في بعض البرامج الاخرى اللي هي المحاκيات الاخرى لازم ان انت تزبط الاعداد بتاعتها في بعض البرامج بتحتاج ان انت تضبط الاعدادات الافتراضية الخاصة بالكيبورد والماوس وفي بعض البرامج لا هنا برنامج جوجل مش محتاج ان انت اصلا تعدل على اي حاجة هو بيضبط نفسه بنفسه لاني اصلا هو مهيق لكده كاننا دلوقتي بقى نخش كده جيم سريع ونشوف اللعبة شغلة معاك ازاي زي ما انت شفت اللعبة بالفعل شغلة كويس جدا هو بس ممكن يكون فيه شوقت قطيع لاننا صراحة الاعداد الجرافيك على الاخر يعني جميل وكمان انا بساجل فده بيستهلك شوية من ايه من مورد الجهاز لو انت حبيت ان انت تطلع من اللعبة دوس هنا عندك على shift and tab هنا يديك طبعا القيمة دي هيقولك انت حبيب تطلع من اللعبة ولا لا هندوس هنا عندي على وطبعا هنا قدر اختار اي لعبة تاني انا عايزة هنا طبعا بيقولك لو انت حبيت انت تدي له مثلا فيدباك عشان تقوله هل اللعبة كانت شغلة كويس ولا لا ممكن مثلا تقوله هنا هو وبعد كده تدي له مثلا تقوله اللعبة يعني كان فروز جيمز فروز اوكي وهنا طبعا هيقولك اه حصل معاك ايه ممكن تقدر تبعت له كده وخلاص وشكرا وانتهى الموضوع اه عندك هنا طبعا بيديك العب تاني كتيرة جدا هنا عندك اللي بتقدر ان انت تعرف الالعاب اللي انت beadتها اي مثلا كل الالعاب دي انا ثبتها وجربته بكلا م mantých بدون اي مشاكل هما عندك طبعا لو انت جيت عندك على اللي هو يعني الصورة بتاعتك اللي تحت تقدر هنا انت تعدل على الاعدادات الخاصة بالبرنامج نفسه او حسابك كمان لو انت مثلا حبيت ان انت يعني انت تبعت مسلا البيانات بشكل مباشر لشكل جوجل عشان انها ايه يعني تطور من نفسها وعندك برضه هنا اللي هو يعني الواتماتيك ابضيت عندك هنا طبعا ان انت تضبط الاعدادات الخاصة بالبيمنت الخاص بيك لو انت مثلا بتشتري دايما من جوه الالعاب وخلافه تقدر برضو انت تغير هنا صورتك الشخصية لو انت حابب وكمان تقدر انت تغير بالفروء يعني البروفيل بتاعك زي الاسم او الصور او غيره يعني هنا بديك اوبشن كتير جدا انت تقدر انت تعمله وبس يعتبر هو البرنامج لسه في نظام البيتا مستقبلا بالفعل ممكن يعني انزله تحديثات ان انت تقدر تبحث عن الالعاب اللي انت عايزها بس للاسف هنا فيه علعاب محددة فقط في الوقت الحالي يعني بتكون متوفقة بالفعل مع الجهاز متوفقة مع البرنامج او المحاكي بدون اي مشاكل وكده اكون ان خلصت الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبك وافاتك وذا ما انترك رابط البرنامج هيكون تحت فيه الواصل اشترككم على خير بقى بإذن الله الفيديو الجاي ومع السلامة